بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخيارك. اللي الصوت مسموع? عليكم السلام دكتور. اه مسموع دكتور. ايه ان شاء الله. انتظر حتى تصير الساعة ثمانية بالضبط ونبدأ المحاضرة ان شاء الله الكريم. بسم الله. وصلنا بالامس الحصة الرابعة الاسبوعية الحرة الى وقلنا نحن في هذه الطريقة نستخدم الرسومات وتسمى الخرائط من اجل الوصول الى تبسيط بالفونكشن باسرع طريقة وبادق طريقة ممكنة. وهذه الطريقة طبعا تصلح لغاية 6 متغيرات بعد ذلك يعني بصيب برضو الامور بحاجة الى تقنيات اخرى مثل برامج الكميوتر. لكن من تقول من 2 variables up to 6 variables بإمكانك تستخدم المابس مثل ما رح يتعلم ان شاء الله الكريم. وقلنا الفكرة في الكيمابس ان نرتب المنتيمز بحيث تكون المنتيمز المتجاورة قابلة للتبسيط. ولذلك قلنا انه تفتيب الاحتمالات تبعات المتغيرات تتبع ما يسمى لغري كودينج بحيث يكون التغير في خانة واحدة وهذا يضمن انه كل مربعين المتجاورات يمكن تبسيطه. لان نكون تغير في خانة واحدة نستطيع ان نبسط كما شرحنا في الحصة الماضية. وقلنا انه الادجيسنسي تعني تغير في خانة واحدة. الان لا يعني التجاور فقط التجاور الحسي. في هذا الماب. خلينا بس نكبر الصورة. في هذه الماب كما ترون هذا المستطيل نقول عن هذا وهذا انهم اجيسنس. باللاحظ انه هذا يمثل الزيرو وان وان الام ثري وهذا الزيرو وان زيرو يمثل الام تو. واللي هما اكس برايم واي زد. و اكس برايم واي زد برايم. لو كانوا هذول موجودين في فانكشن يمكن تبسيطهم. باستخراج الاكس برايم واي كعامل مشترك وترك الزد والزي برايم فبتروح من عنا من معادلة. وهذول بصفوا فقط حد واحد قيمته اكس برايم واي. هذا الحكي حكيناه في الحصة الماضية. وانه اي مربعات اثنين متجاورات. اما افقيا واما عاموديا يمكن تبسيطهم. مثلا هنا عندي اكس برايم واي برايم زد. وهنا عندي اكس واي برايم زد. شو العنصر المختلف? العنصر المختلف هو الاكس. مرة بكون اكس برايم في الحد الافوق ومرة بكون اكس في الحد التحتاني. معناته هذا الاثنين بروح منهم الاكس عند التبسيط. بصفوا لي واي برايم زد. مثلا. لو اخذت الاثنين هذول. هذول شو المختلف فيهم يا شباب? اي خاني? خاني الاخيرة هاي. مختلفة. فهاي بطية. فهذول تبسيطهم راح يصير عندي اكس واي. وهلما جر? واضح يا شباب? مين بقول لي هذول المربعات الاثنين شو تبسيطهم راح يطلع? اه. من بدع لواي برايم? واي برايم زد برايم. لان الاكس هي المختلفين. الاكس مرة هنا اكس ومرة هنا اكس برايم. فبالطيب. طيب. هذول شفناهم كلهم مربعات متجاورة حسيا. يعني جن بعضهم. الان التجاور لا يعني فقط انهم يكونوا جن بعضهم. وانما اي مربعين المسافة بناتهم طور افتو برضو متجاورة. مثلا المسافة هاي اثنين. يعني اثنين قوة واحد. فالمربعات. والمربع هذا من اعتبرهم متجاورات. فهذا مثلا اللي هو اكس برايم. واي زد برايم. وهذا اللي هو اكس برايم. واي برايم زد برايم. وين بختلفوه؟ باي خاني بختلفوه؟ بالواي. 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 معناها الواي راح اتطير. فبصفه ايش؟ بصفه اكس برايم زد برايم. الان على الماب. على الماب. لما نيجي نوزع. خلينا شوف مرة ثانية. على الماب لاحظة زد موجودة في المربعات الاربع اللي هون. يعني هذول الاربع مربعات لو بسطناهم كانوا من تيرز موجودين بالفونكشن راح يعطوني زد. الاربع هذول راح يعطوني واي. الاربع لأفقيات هذول راح يعطوني اكس. الان هذول الاثنين لما نتطلع عليهم هذول راح يعطوني متغيرات اثنين. لانه نصف الماب بتعطيني متغير واحد. نصف الماب بتعطيني متغير واحد. ربع الماب بتعطيني متغيرات اثنين. فلما نجد نتفرج على هذول المربعات الاثنين ونحاول نشوف لهم صفة مشتركة بدلالة المتغيرات الموجودة سنجد أنهم سنجد أنهم خارج الزد وخارج الواي هاي الواي هون فهم خارج الواي هم خارج الواي فمنقول لابد يكون فيها واي براي وهم أيضا خارج الزد فمنقول هذول تبصيتهم واي برايم عفوا واي برايم زد برايم إذن تبصيت هذول المربعات الثلين يستنبط مباشرة من أنه هذول الثلين خارج الواي وخارج الزد فأعطوني واي برايم زد برايم لو أخذنا الآن مربعات الثلين غيرهم لو أخذنا مثلا المربعات مع المربعات مين بقول لي من الماب كم تبصيتهم طرج على الصفة المشتركة فيهم هذول المربعات الثلين وين موجودين موجودين داخل الأكس بس هل بغطوا كل مربعات الأكس الأكس إذا أربع مربعات هاي هذول بغطوهم كلهم لا فهذول جو الأكس لكنهم خارج مين خارج الزد خارج مين فمنقول عنهم إيش منقول عنهم جو الأكس وبريت الزد واضح؟ واضح؟ واضح واضح دكتور طيب تنشوف قديش الوضوح لو قلنا هذا المربع مع هذا المربع مين بقول لي شوف راح يطلعوا Fraim داخل الأكس برايم داخل reflex يعنيання英 twist وباอะ بالY وضح الـ الفاردي هذا المربع داخل crystalه وضح ههه مش داخل�도 لسف kennen من الإثنين مع بعض له الفاردي مع بعض هل بقدر يقول جوات الوا compute لا وايضاOld وايضاً هما خارج الز promising نظبوط هيا مربعة الز مربعة الز مربعة الز الاسيذ 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 بالوسط هذول تنตخل هذول الاسيذ challenging وهذول الاسيذ الاسيذبح بعطينا مربع الز اذا سيطخلあのاسي ،次 qui We will bevel So these two من ضمن pads زد برايم فهم اكس برايم زد برايم لازم يكونوا تو لترالز لأنهم بمثلولي ربع الماب نصف الماب وان لترال ربع الماب تو لترالز ثمن الماب ثري لترالز واضح يا شباب طيب خلينا نشوف المثال الفعلي الجاي هذا عندي مثالي الآن اوكي بقول لي simplify the function f of x y z الذي يتكون من terms 2 و 3 و 4 و 5 نقوم في البداية بعمل الماب بنحط ال x وال y وال z ثم بنرقمهم 0 1 بالنسبة ال x وال y z in a gray coding 0 0 0 1 1 1 يعني لا تخربط 1 1 عشان يكون الاختلاف بس بخانة واحدة ثم 1 0 ثم بنحط اين تقع ال y ال y ثابت على ال 1 هون في المربعات هذه فهذه رح تكون ال y الأربعة هذون بعطوني ال y معناها الأربعة على الجهة الثانية بعطوني y برايم ال x بتكون هون لما بتكون ال x واحد معناها كل المربعات هاي اللي فيها ال x واحد هم المثلوين ال x الزد واحد موجودة في الوسط الزد هاي الزد هون هاي الزد وهاي الزد فها بنشوفه متى بتكون واحد وهاي مربعات الزد الآن بنيجي على المنتير سبعات ال function عند الاثنين zero one zero zero one zero فبحط محله واحد بحط واحد للمربع الموجود فهذا الاثنين موجود في هذا المربع ثلاثة zero one one هاي الاكس زيرو وهاي one one فهاي ال M3 إذن الثلاثة هون بالمربع حافة أربعة رح يطلح هون اللي هو one zero zero خمسة one zero one هون بعد ما حطينا ال ones ممكن إنك يعني إذا حابب يعني ما تتخربطه ستحط الباقيات zeros يعني ال function في هذا المنتير رح يكون الآن عندما نريد أن نبسط ال function نقوم بتجميع ال ones المتجاورة بأكبر عدد ممكن يعني عندي ثمانية بجمعهم عندي أربعة بجمعهم بظني أنزلت أجمع يعني إلى غاية ممكن يكون عندي واحدة بيتجمع إلا لحاله فأقوم الآن بالتجميع فبلاقي إنه هذول الاثنين موجودين جنب بعض إذا هذولا تبسيطهم رح يكون ايش؟ أول إشي هما داخل ال y معناها رح يكون من ضمن الحل تبعهم y لكن مش كل ال y لأن ال y كلها أربعة هذولا رح يكون فيه كمان متغير شو الصفة الثانية إنهم موجودين خارج ال x موجودين عند ال x prime هاي ال x prime هون إذا هذا y x prime واضح يا شباب كيف شفنا هل تبسيط هذول اثنين؟ واضح يا شباب هل عندهم مشكلة فيها هاي؟ طيب نشوف اللي بعدهم اللي بعدهم هذول هذول وين موجودين؟ داخل ال x موجودين داخل ال x ونفس الوقت هم خارج ال y لاحظين الصفة المشتركة لهم داخل ال x لكنهم برية ال y فمنقول x y prime إذا هذا الفنكشن بسطنا إلى الحدين هذولا x prime y و x y prime إذا تتذكروا هذا ممكن نكتبه على شكل الفنكشن اسمه ال x exclusive or إذا حبينا نكتبه هيك بصير الآن لو حاولنا نبسط بالطريقة التقليدية كلنا راح نقول أوكي عندي أنا الفنكشن 0 1 0 يعني يعني x y z يعني في عندي x prime y z prime وعندي x prime y z وعندي الأربعة اللي هي 1 0 0 x y prime z prime وعندي الخمسة اللي هي 1 0 1 x y prime z z فبدك تصير تمسك كل حدين وتشوف إذا في عندك إمكانية للتبسيط فمثلا بتشوف هذولا مع بعضهم بتلاقي إنك z فيهم مختلف فقط والباقيين باقية الحدود متشابهة فبتقول هذول والله بسطولة x y prime ثم تمسك هذولا وبتلقول هذول المختلفين أيضا في z z هي المختلفة فبسطولة إلى x prime y y هو لنفس الحل اللي حصلنا عليه بالطريقة الرسومية مباشرة من الماب مين أبسط أبلش بالحدود ولا أروه على الماب 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 أريح بكثير وأدق يعني إحنا الآن نفنكشن بسيط بالإمكانة بسط وأنا بالطريقة التقليدية بسرعة لكن تخيل لما يكون عندك فونكشن بالفور باريبز وفي عندك 11 حد مثلا وبدك توعد تبلش فيهم فالماب بتعطيك الحل فوري بشكل سريع إذا أنت تعلمت عليها بشكل يعني صح وصورة تعرف تستخدمها نأخذ مثال آخر خلينا نشوف المثال اللي هون في هذا المثال بنحاول نتجمع وانز متجاورة وقلنا التجاور لا يعني دائما تجاور حسي هذول الثنين متجاورات شو بعطوني هذول الثنين داخل الواي وداخل الزد إذا هذول شو بعطوني آه واي زد طيب هذول الثنين اللي هون هذول يعتبروا متجاورات خارج هذول خارج الزد وداخل مين إلي داخل الإبس ما هي برايمن حسنا برايمن 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 طبعا ملء اللا الماب يعني بدك تكود تعرف تعد بالبائنري زيرو 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 هذالام زيرو 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 وون هذا الام وون زيرو وان وون هذالام ثري زيرو وان زيرو هذالام تو فأنت ممكن تحط رموز الانوباتيين في البداية على المربعات وبعديا كل واحد موجود ويتحط محل واحد في المربع تبعوا وإلي مش موجود تحط محله زيرو ثم نقوم بتجميع الوانز طيب شغلة ثانية نحكيها ونقدم شوية الموضوع هذا مش راحه متأخر شوية لو جمعت الزيروز مع بعضهم بحصل على إيش برأيكم إذا هذول المنتيرز بمثلولي الـ F هذول بمثلولي الـ F المنتيرز المتبقية اللي فيها الزيروز بمثلولي إيش F-P إذا F-P راح يكون المتبقيات اللي هم الصفر والواحد والاثنين والخمسة إذا لو واحد قل لك أطلعلي الـ F-P بتقول له بجمع الزيروز لأن الزيروز يلي بتمثل للـ F-P فشو بطلع عندك الحد هذا وين موجود داخل الزد داخل الزد وخارج الـ Y فهذا Y Z' والحد هذول سنين شوف يعطوني X' Z' Z' إذن إذن هغا إيش هغا F' طيب لو قلت لك تقدر تستخرج F من F' بتقول لي آه بقدر إذن F' F' عملت لك برجع للـ F طيب لو عملنا F' بقدر تعمل F' هون شو بصير هغا الإكسي بريشين بصير Y' Z' X' Z' X' Z' X' مزبوط X' Z' 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 هغا الآن هو F لكن على شكل إيش على شكل product of sums بينما أنا ما بجمع الواحدات بحصل على الإكسي بريشين الفونكشن as sum of products فهذا الحد اللي هون التبسيط هذا عبارة عن sum of products إذا بدي أحصل على product of sum الفونكشن بشوف الكملم انتبعه وبعمله كملم يعني بشوف الكملم as sum of product ثم بعمل كملم لهذا sum of product فدائما إذا في عندك إكسي بريشين as sum of product وعمل تلو كملم كاملا بنطيك product of sum والعكس صحيح إذا عندك إكسي بريشين as product of sum وعمل تلو كملم منطيك A sum of product إذن صار عندي الفونكشن إلو two إكسي بريشين ممكن أمثلهم فيه إلو هم الواي زد و الـ X Z prime this is as sum of product ونفس الفونكشن ممكن أعبر عنه as product of sum Y prime or Z X or Z بيجي واحد يقول لبعبول يا دكتور هذول التو فونكشن متشابهات بقول له يس هاول تفك فك الأقواس اللي هون لو فكيت الأقواس يعني أجيت على Y prime هون ضربت ها في X مثلا ending يعني وفي Z شو رح صير عندك رح صير عندك X Y prime و رح صير عندك Y prime Z و رح صير عندك Z X مع Z prime رح صير X Z prime و رح صير عندك Z Z prime zero مصبوط صح ماذا الآن لاحظ شو صار عندي X prime or Y prime or X Z prime or الآن احنا اخذنا نظرية واثبتناها انه اذا في عندي متغير اللي هو Y prime في هالحالي مرة معمول لاندين مع X ومرة معمول لاندين مع Z ثم جينا على حد حد و X Z prime مشيك ايس X Z prime ثم اجينا على حد بين الحدين هاي عندك Y prime مرة مع X ومرة مع Z prime Y prime Z prime في شغلة راح نغطط فيها على كل لو فكيت الأقواس راح يطلع عندك نفس الحل يعني ال function راح نرجع الى هذا ال expression على كل نحن تقدمنا في الموضوع نرجع نكمل على استخدام المابس اوكي هذا برضو يعني تكمل الموضوع ما في جاعة المرالية هذا مثال آخر اوكي مثال آخر هاي في عندي function مكوّم ال five variables الان لاحظ معاي انه في عندي الاربعة هذول ممكن اجمع حما بعض فانا بجمع اكبر عدد من الones اللي هي power of two يعني مش عدد زوجي ولا انما power of two يعني بد اجمع اثنين او اربعة او ثمانية او ستعش من الones ستة ما بصير عشرة ما بصير اوكي لازم يكون power of two ثنين قوة واحد ثنين قوة اثنين ثنين قوة ثلاث الى اخر اذا هذول الاربع مربعات مثلولي زد برايم الآن عندي هذا الواحد انترك لحاله استطيع ان استخدم المنترم المجاور اذا يجوز ان المنترم الذي سبق وانك استخدمته يجوز ان تستخدمه مرة اخرى فهذول الزرق رح يعطوني انهم داخل الـ x وخارج الـ y يعطوني x y برايم عشان هيك التبسيط طلع معنا z برايم or x y برايم واضح يا شباب الفكرة بلو اذا يجوز ان نستخدم المنترم اكثر من مرة اذا لازم الآن بس اجمع كل الـ ones اللي في الماب ما بروح برد بجمع زيادي يعني احيانا ممكن يكون في عندك شغلات ممكن يسويها زيادي يعني يجي واحد يقول انا جمعت الاربعة هذول اوكي وبيدي والله اجمع كمان الاثنين هذول اللي انا جمعهم اجع على الاثنين هذول وحطهم بالإكسبريشن هذول شو تبسيطهم ناخلي الوقت مصبوط الآن لو حطيت بالإكسبريشن اكسبريشن لا زال صحيحا لكن تمثيله رح يكون بحتاج لقيس زيادي وهذا ليس أبسط صورة والسبب انه بإمكانك تطلح عامل مشترك لو طلحت عامل مشترك شو بيظل عندك بيظل عندك من هون واحد وبيظل عندك من هناك اكس وهذا بطير الواحد بلص اكس ما في داعي اجي لحط حدود زيادة الحدود الزيادة بتخليني استهلك يعني فلوس اكثر علشان قبل الدائرة وحط حدود مالهاش داعي اللي هي Redundant Tears يعني هذا الحد نحن نسميه Redundant هذا الحد نسميه Redundant Tears وجوده لا يؤثر على صحة الفنكشن ولكنه بيزيد التكلفة وبيزيد الويرينج وبيزيد الpower dissipation الى اخرين واضح الفكرة يا شباب ايوة المثال هذا واضح في حد عنده سؤال في حد عنده شغلة مش واضحة هذا موضوع مهم كثير هذا موضوع مهم كثير طيب لنفرض واحد اعطاني الفنكشن على شكل مش من تير على شكل اكسبريشن كذلك فهذا الاخسبريشن قد لا يكون في أبسط صورة وبدي أبسطه باستخدام الماب بقول باجع بدي أحول الفنكشن هذا الى سم الفنكشن بدي أشوف المن تير الناكس اللي بتمثل الفنكشن فبروح بقول اوكي أنا عندي A وB وC هي المتغيرات الموجودة في الاخسبريشن وباجع على كل حد وبشوف شو اللي موجود فيه A'C بحط 0 1 اللي ناقص عندي الB الB رح تكون احتمالاتها اما صفر واما واحد ومثبت الB الA والC على 0 1 اذا بعرف انه A'C يبثل للM1 والM3 واضح واضح طيب نشوف اللي بعده A'B يعني الA صفر والB ثابت على الواحد فبثبتها على ال0 والC بغيرها مرة صفر ومرة واحد اذا هذا A'B هذا بغطي لي M2 وايضا A'C M3 طيب AB'C هذا على طول نبين 101 هذا A'C M5 الB C 11 معناها A01 فهذا بغطي لي M3 M3 8 الآن باجي على الدائرة تبعته وبشوف إذا في عندي حدود مكررة بخلي واحد منهم طيب M3 متكرر عندي ثلاث مرات بخلي واحد منهم في اشي غيرهم متكرر إذن بقول ها الاثلين هاي الخمسة هاي السبعة وثم باجي ببسط بلاقي إنه هذول الأربعة بتبسطهم مع بعض شو بعطوني تبعطوني C وهذا الواحد باخوه مع اللي بجنبه وهذا رح يعطيني A'B خارج A وداخل البي واضح يا شباب كيف اعملنا تبسيط لا إكسبريشن مش إن سيمبل يعني مش منيمايز بناميعملوا منيمايزيشن بالماب فيجب أني أعرف المنتيم سبعة الفونكشن عشان أكثر أحطهم بالماب ثم أقوم بالتبسيط واضح هل في حد عنده أي إشكالية بهذا المثال شوف الشي عنده طالبي واحدة خلينا نشوف الأسماء شوية وين أحمد فراس أحمد رفاعي أسيل حازم أحمد نعم دكتور حانا نصري خالد براك رغدة موجودة ساجدة سارة موجودة يعني النص موجود والنص مش موجود على كل إحنا عنا مثل بقول اللي بيوكل على درسه بينفع نفسه خير إن شاء الله يا رب طيب نيجي على الأربعة الاربع الاربع راح تكون طبعا أكبر وأعقد فيها ستعشر مربع لأن ثانين قبل أربعة ستعشر فعندما نريد أن نبسط من أربع متغيرات بنحط اثنين بطرف واثنين بطرف آخر مثل ما أنتم شايفين هون وبتضقم مثل ما أنتم شايفين 00 01 11 10 بالنسبة لل YZ وبالنسبة لل WX بنفس القصة 00 01 11 10 الآن إذا جمعت مربعات Power of 2 2 أو 4 أو 8 أو 16 تستطيع أنك تبسطهم إذا كانوا متجاورة خلينا نأخذ أمثلة ننطي نشوف أمثلة ونشوف بدأ فهمكم الآن للتبصير الآن الأربعة هذول يمثلوني ربع الماب إذا راح تكون متغيرات الثنين ربع الماب يعني متغيرات الثنين مين بقول لشو تبصيط الأربعة هذول من الماب مباشرة وين موجودين برايم دكتور ها برايم وواي وزد برايم وزد برايم وفرايم وواي فقط متغيرات الثنين لأنها تمثل ربع الماب طيب مين بقول لي الأربعة هذول زد برايم ودبل يو وزد برايم ممتاز طيب مين بقول لي الاربعة اللي بتطول هذول زد زد ايش واي برايم واي برايم ممتاز طيب خلينا نشوف كمان نوفر باللون الأخضر مين بقول لي سنين هذول لحالهم هذول هذول بدهم ثلاث متغيرات لأنهم ثمن موجودين داخل و موجودين داخل الواي وموجودين داخل الزد إذا شو بعطوني وي زد وي زد برايم دابليو برايم هذول الثمانية دابليو برايم نصف الماب بعطيني متغير واحد نصف الماب ربع الماب متغيرات اثنين ثمن الماب ثلاث متغيرات وها لما جر واضح يا شباب طيب خلينا نيجي الآن على أمثلة الكتاب العملية أو المؤلف ونشوف مثال واقعي نفانكشن ثلاث من ستتاش مطلوب مننا اشي آه في رح يشوف كيف لخمسة باري بلغة ستة باري مطلوب منك جدول بكم فيه جدول كم مربع بكم فيه انت مستعجل والله خلينا تاني أصد رح نيجي للفايب باري بلنجي للشكس باري بلغة رح نيجي نصرحهم بالتفصيل استنى على رزقك طيب الفايب باريبل فيها ثنين وثلاثين مربع اذا كنك مستعجل بس منقسمهم على خريطين كل خريطة بستعجل رح نيجي لنشوف كيف نعمل هذا طيب شوف الفانكشن التالي فانكشن من تيرمز للفانكشن عندك عشرة من تيرمز الآن بالطريقة التقليدية يعني عندك عشرة حدود بدك تبدأش فيها كل حد مقوّن من أربع متغيرات ف تقليدية تقليدية من أربع الآن أنا باجي بعبي كل منتين في مربعه وبحط محل واحد الصفر الواحد الاثنين الاربعة الخمسة الستة الثمانية لاحظة الثمانية وين بتيجي بتيجي هون التسعة الاثناش بتيجي هون الثلاثناش بتيجي جنبها والأربع طاش بتيجي على الطرف فبعد ما نعبي المنتين بالونس نروح بنعدهم حتى نتأكد بنقول والله عندي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش وانا عندي هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش عشان اتأكد اني ما نسيت ولا واحد لانه اذا نسيت من تيرم واحد خلاص التبسيط طبعك ما بيكون اش صحيح ما بيكون الصورة الصحية بعد ما جمعنا الوز بنحاول بعد ما حطينا الوز بنحاول نشوف التجمعات بنحاول نجمع اكبر عدد ممكن من فاور افتو فاول عملية انه في عند الثمانية هذول ممكن لتجمع مع بعض هذول موجودين خارج الواي فبعطوني ايش واي براي طيب هل في ثمانية غيرهم ما فيش في عندي اربعات في عندي اربعات ممكن هذول الاثنين اجمعهم مع الاثنين الهول اذا يجوز استخدام من تير سبق وجمعناهم شو بعطيني هذول شو بعطوني واي واي طيب بس هذول الاثنين مش بالواني اه مش بالواني اذا هذول خارج ايش شوف الصفة المشتركة الصفة المشتركة هذول اربع خارج الجد وخارج الو رح يعطوني متغيرات اثنين اذا شو رح يكونوا واي ستر برايم دابلي برايم لهم خارج الو وز برايم لحظين هاي دابلي السماني هذول الو السماني لفوق دابلي برايم فهم موجودين بالسماني لفوق فهم جزء من الدابلي برايم ولكن هما ايضا موجودين خارج الز فهم في الز برايم واضح كيف عملناها داخل دكتور ها طيب دكتور طيب خلينا نشوف آخر آخر اثنين هذول اثنين آخر واحد هذا هاي هون فبنجمعه مع الاثنين اللي هون شو رح يكون تجميحهم داخل 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 وخارج هذول شو بعطوني اكس طبعا انتو شايفين الحل ايو يعني الحل قدامكم طيب ماشي اذا شوفنا كيف طريقة الماف لأربع متغيرات واضحة واضحة في حدا عنده مشكلة في استخدام الماب طبعا ممكنك ترقم من البداية انت تقول 0000 هاي M0 001 M1 0011 M3 0010 M2 وهلو مجر ترقمهم في الأول للمربعات من صفر ل 15 ثم تيجي تحط الواحدات حسب الأرقام الموجودات عندكم يعني يعني ترقيمها مش صعب هو بس أنا حبيت تحفظ تحفظها ما ايش بدأ اقول لك يعني احبيت تحفظ الترقيمات هاي صفة 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 14 بس خايف انك تربط في المتحلات انا مفضل دائما تستمتها واضح يا شباب واضح نشوف نشوف مثال آخر هذا المثال معطيني يعني كأكس بريشن اوكي معطيني كأكس بريشن هذا مثلا A'B'C' هذا الفنكشن في حتوى الدي معناه هذا الناقص الدي وهذا 0 0 0 مع 0 1 اذا هذا يعطيني الصفر والواحد هذا الناقص ال A فهذا راح يكون فيه عندي 0 1 0 وهنا بد يكون فيه عندي ال A اما صفر وام واحد فهذا يعطيني الاثنين والعشرة هذا اربعة متغيرات فهذا الصفر هذا اثنين متغيرات فهذا راح يكون عندي 1 0 0 ناقص ال D ال D اما بتكون صفر واما بتكون واحد فهذا يمثلي الثمانية والتسعة اذا اعرفنا الصفر والواحد الاثنين الصفر لاحظ انه مكرر الصفر مكرر وعند الثمانية والتسعة اذا بقول الصن الثمانية والوحد والثنين والثمانية والثمانية والتسعة والتسعة لماذا العشرة لانه في 1 0 1 0 وينه؟ 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 هاي 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 الاثنين وعشرة مظبوط هاي نجيت إذن عرفنا المنتير متشكل الفنكشن فالزيره موجود هون هاي الصفر الواحد الاثنين وهاذي الستة معناته ناسي ناسي واحدين دكتور مش محطوطة دكتور ال-ACD بالخيارات وين الهون ال-ACD مش باقي محطوطة هاي هاذا الفنكشن معناته هاي فيه من الخلطات الموجودة هاي ال-A'B'C' B'C'D' A'B'C'D' و A'B'C' موجودة خلينا نبسط على أساس هذوله خلينا شو شو تبسط معنا إذا التبسط طلع إشه ثاني غيره بالكتاب معناته فيه ناسي حد ناسي حد بكون بشحنة المؤلف تبع للصيدات هذول الأربعة ممكن يتبسطوا مع بعض بعطوني B'C' 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 والأربعة اللي على الأطراف هذا وهذا سأقوم لون ثاني سأقوم لون أصفر هذا وهذا 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 هذول الأربعة اللي بالزوايا برضو بتبسطوا يا شباب شو بكونوا موجودين مين خارج ال D وخارج ال B فهذول بعطوني B'D' هكذا ما نكون بسطنا الفنكشن لكن الفنكشن شكله في الحد هذا موجود فيه هذا الحد شكله موجود فهون مفروض يكون فيه عندي A B B B A' A' B C' D' OK A' 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 B A' B' B' C' A' يعني في هذا المثال فيه خربطة من المؤلف فإذا حطيت هذا الحد إذا حطيت هذا الحد إذا حطيت هذا الحد معك أوكي فهذا الواحد ممكن تجمعه مع الاثنين اللي فوقيه مع هذا اللي هو فإذا جمعتم مع اللي فوقيه رح يعطيني A' ورح يعطيني كمان داخل C وخارج D رح يعطيني A' C D' إذن عشان هيك طلع عندي A' C D' A' C D' إذن في عندنا مشكلة في هذا المثال في عندي الحد هذا منسي بدك تحط هذا الحد اللي هو A' B C D' فهذا منسي في المثال اللي هون بدك الضبطه عندك تحط له في النوت تبعتك عشان ما تقربطش بده ننهي المحاضرة ونبدأ محاضرة ثاني بعد خمس دقائق اوكي هلو عرفتوا شو المشكلة في عندنا مشكلة في هذا المثال ننهي المحاضرة